افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين وقد شارك في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله وخلال تفقد أعمال التجديد بالمسجد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للسلطان طائفة البهرة بالهند لجهودي واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت الكرام هذا وقد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة عن أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين